أقرأ سديا قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أحسنت اقرأ قول الله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت مندر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويرسل الصواعق وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاق أسبق بارك الله فيك اقرأ قول الله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء لكم الذين تدعون من دون الله أرأوني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحميلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل وكان هذه كافي غافر أولم يسيروا فاطر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أولم يسيروا في الأرض وكانوا يسيروا في الأرض سنة الأرض هنا منهم المفتوحة ومنهم الهان هنا منهم التاء ومنهم الهان هنا منهم هذه المفتوحة هم تلاثة هذه المفتوحة صورة فاطر المفتوحة المفتوحة صح ثلاثة مفتوحات هاي مش كون أخرين أصحاب واحدة في اللامفية واحدة في غافر خمسة أه صح هاي هاي بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذر عود قل للذين آمنوا أيها قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلاق الله السماوات والأرض بالحق وليتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أحسن، أحسن، صحيح، صحيح، لا يفتحليق